ولمتابعة هذا المشهد ينضم إلينا من القاهرة أحمد جمعة الكاتب المختص بالشأن الليبي أستاذ أحمد بعد تحية لحضرتك طبعا كما هو واضح من متابعة السياق هناك حراق إقليمي مكثف في ما يتصل بالشأن الليبي في الغردق المصرية وحادثات أمنية هناك في تونس زيارة لوزير الخارجية الجزائري وأيضا في مدينة بوزنقة استعداد لاجتماعات الليبية ما هو القاسم المشترك الأعظم بين كل هذه الجهود من وجهة نظرك؟ يعني بعد تحية القاسم المشترك هو السعي إلى تفعيل الحل السياسي في ليبيا توزيع عادل للثروات وللمناصب السيادية إلا أن بعض المسارات باتت خارج هذا المشهد أو بمعنى آخر لا تدعمها البعثة الأممية لأنها انحرفت عن المسار المحدد له من قبل البعثة الأممية لنتفق أن كافة المبادرات والرؤى التي تطرح من بعض الدول تهدف إلى حل الأزمة الليبية إلا أن البعثة الأممية رأي آخر وهي أن المسارات وتتعددها يؤثر على الحل السياسي في ليبيا ويعقد الأزمة اقتماع القاهرة الوحيد حتى الآن هو الذي يحظى اقتماع الغردقة عفوا هو الذي يحظى بدعم الأمم المتحدة وبعثتها بل هي التي تدير هذه الاجتماعات هذه الاجتماعات هي تعتبر قاطرة الحل السياسي لأن الاتفاقات العسكرية والأمنية تكون دوما هي قاطرة لأي حل السياسي لذا تعمل الأطراف المجتمعة في الغردقة برعاية الأمم المتحدة على وضع رؤية محددة للإعلان عن هدنة طويلة الأمد في المنطقة الوسطى وتحديدا في سرط والهلال النفط وتشكيل قوة شرطية موحدة قد يعني لا يبدو الأمر سهلا بطبيعة الحال أستاذ أحمد لذلك أسأل عن أهم التحديات خصوصا فيما يتصل من مسألة تسويل أمنية توحيد المؤسسات الأمنية تأمين حقوق النفط ما هي أبرز التحديات من خلال متابعتك أبرز التحديات هو التدخل العسكري التركي المرتزقة السوريون الذين نقلوا بواسطة النظام التركي إلى الأراضي الليبية هذه العناصر لا تأتمر بأمر أي من الأطراف الليبية ولكن هي تستمع إلى تركيا وتنصد بشكل كامل إلى تركيا وتأخذ أوامرها من تركيا أيضا الجماعات المتطرفة والإرهابية التي باتت تنشط في الجنوب الليبي وتهدد الشمال وتحديدا سيرت والهلال النفط هذا هو التحدي الأكبر هناك تحديات أخرى حول القوى الأمنية التي تريد البعثة الأممية تشكيلها يعني حول عدد هذه القوى تسليحها إلى أي جهة ستتبع هذه القوى الأمنية ستأتمر بأمر من؟ هل المنطقة الغربية وقيادتها العسكرية أو من المنطقة الشرقية؟ كل هذه التحديات موضوع على طاولة في اجتماعات الغردقة وهو بالمناسبة مصار آخر بعيدا عما يتردد بأنه محاولة لتحييد المؤسسة العسكرية بل على العكس محاولة لنزع فتيل الأزمة ووقف التصعيد الراهم في المنطقة الوسطى والاتفاق على قوى أمنية موحدة تتولى تأمين المؤسسات التنفيذية والتشريعية التي من المزمع أن يعلن عنها في اجتماعات جينيف للجنة الحوار السياسي الليبية في الخامس عشر من أكتوبر المقبل هذه التحديات سنرى في اجتماعات غدا الجلسة النهائية اليوم الرابع للاجتماعات والجلسة النهائية غدا للأطراف الليبية سنرى ما ستخرج به هذه الاجتماعات وإن كنت أنا أرى أنه ستواجه هذه الاجتماعات صعوبات كبيرة للغاية في ظل عدم وجود ثقة ما بين طرفين نزاع سواء في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية من القاهرة أحمد جمعة الكاتب المختص بشأن الليبي أشكرك شكرا جزيلا